الحوار الوطني حوار الشعب للشعب مشاركة واسعة في جلساته العلنية ينتج عنها أفكار كثر لصالح الوطن والمواطن فالقضية واحدة بل وأيضا المركب واحد فالجميع يريد العبور لبر الأمان خلافات واختلافات تتحول لنقاشات متنوعة ومثمرة لكن تحت راية الوطن فصوت الجميع مسموع بدون خطوط حمراء أو إقصاء فالتنوع تحول إلى ميزة تصل بالأفكار إلى مرحلة النطق فحتما تصل لتوافق ثم توصيات يهتم بها السيد رئيس الجمهورية ويتابعها عن كثب لذا رأينا مشاركة كبيرة في جميع القضايا من طيارات مختلفة أحزاب وأفراد ومختلف الآراء لماذا؟ لأنه بالحوار تبنى الأوطان رأينا رغبة كبيرة من جميع الطيارات بالمشاركة فالكل له رأي ورؤية لذا فالجميع يدلوا برأيه لأن التحاور والنقاش من خلاله نمن المستقبل والحاضر معا وبجدية كافية من كافة الأطراف نرسم خريطة مستقبل البلاد بشكل كبير فاليوم نرى ملفات تم اقتحامها للوصول لنتائج قيمة أبرزها ما نفرد له حلقتنا اليوم الزراعة والأمن الغذائي وأيضا التماسك المجتمعي فأمن الأسرة وغذاؤها يصنع الحاضر والمستقبل إنه الحوار الوطني حوار الجميع بناء الوطن بمساحات مشتركة ورحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الحوار الوطني